مرحب بضيفنا من الناصرة الأستاذ نظير مجلي الخبير في الشأن الإسرائيلي أستاذ نظير أهلا بك معنا في هذه التغطية إذن الانقسام السياسي الإسرائيلي ليس جديدا وكان واضحا خلال الأشهر الماضية أو الفترة الماضية ومازال مستمرا طبعا تصريحات بني جانتس عضو مجلس الحرب والتي أمهل فيها نتنياهو حتى الثامن من يونيو المقبل للاستجابة لهذه المطالب وإلا أنه سينسحب هذه التصريحات إلى أي مرحلة نقلت الأزمة السياسية الحالية في إسرائيل مرحب بك يا عزيزي وبلغ المشاهدين والمشاهدات هذه التصريحات تنقل إسرائيل إلى مرحلة جديدة باعتقاد أن جانتس اليوم أطلق الشرارة الأولى في معركة الانتخابات القادمة القريبة التي يسعى لكي تكون قريبة أكثر ورد نتنياهو عليه جاء ليبين أن نتنياهو يتجاوب عمليا مع هذه الرغبة ليس لأنه يريد بل لأنه مرغم على ذلك يشعر بأن الانتخابات فعلا قد تفرض عليه ولهذا جاء بهذه التصريحات مضمون قطاب جانتس مهم لأن فيه بالأساس كل ما يتعلق في موضوع الحرب على غزة وما بعد غزة وكل قضية القضايا المطروحة بشأن الموضوع الفلسطيني اتهد فيها موقفا يمينيا يزايد فيها على نتنياهو وهذا طبعا ليس صدفة لأنه هو يحاول أن يكسب أصوات من اليمين ولكن يطرح القضية باسم عمليا الجيش ويطرح قضية الأسرة كقضية أولى ويطرح في البند السادس البند مرتبط أيضا في قضية من الممكن أن تجند اليمين لأنها من أجل تجنيد اليهود المتدينين يعني أخذ موضوعين أساسيين يلائمان لليمين ولليسار في إسرائيل معا إضافة إلى موقف سياسي ونتنياهو رد عليه في موضوع الدولة الفلسطينية يتهم فيها بأنه يؤيد إقامة دولة الفلسطينية والرد الذي جاء من اليمين المتطرف على جانس يوحي هو أيضا بشيء عن تدخل الولايات المتحدة في الموضوع فبينكفير كما تفضلتم في التقرير يتحدث عن زيارة جانس إلى الولايات المتحدة كمؤامرة عمليا مؤامرة أمريكية مع جانس وهناك أيضا تصريح لسموتريتش بنفس الروح وتصريح آخر لمسؤول آخر في الليكود أيضا بنفس الروح يعني عمليا يشعرون أن الولايات المتحدة تريد أن تحدث انقلابا في إسرائيل جنبا إلى جنب مع جنرالات إسرائيل أن تحدث عن جانس عن آزينكوت أن تحدث عن جالانت أيضا وعن قيادة الجيش التي تهاجم العكومة وتقول أنها لا تضع خطة استراتيجية فعمليا هؤلاء الجنرالات بدعم من الولايات المتحدة بعد أن يأسوا من أي إمكانية أن يقوم نتنياهو بالانسجام مع القطط الأمريكية الاستراتيجية للمنطقة يرون أن الحل هو الإطاحة في نتنياهو وحكومة نتنياهو يعني أستاذ نظير تم التنسيق مع الجانب الأمريكي فيما تعلق بهذا الطرح من قبل بني جانس وأيضا مع باقي الموجودين طبعا كما تفضلت نتحدث عن جاندي آزينكوت ويوف غالنت أيضا كان كل هذه التصريحات أو هذه المطالب وهذه المهلة بالتنسيق معهم جميعا من الصعب أن نستعمل كلمة التنسيق لأنها توحي بأن هناك خطة مدروسة يعملان عليها ولكن واضح أن هذا هو الاتجاه الأمريكي الولايات المتحدة تريد أن تتوقف هذه الحرب وكل جهودها في هذا المجال تحاولت أن تتواطأ مع نتنياهو لحد معين هنا وهناك حتى يمتنع عن التورط أكثر في هذه الحرب وهو لا يريد يشعرون أنه مصر على استعمال قضاياه ومصالحه الشخصية على حساب الدم الذي ينزف في غزة ليس فقط من الفلسطينيين بل أيضا من الإسرائيليين وهم يشعرون أن مصلحة إسرائيل تقتضي أن تتوقف هذه السياسة كل الضغط التي مارسوها كما يبدو لم تنفع كما يجب والآن يمارسون ضغطا بشكل آخر وهناك قوة جدية في إسرائيل تؤمن بقناعة ليس لأنها عملاء للولايات المتحدة بل لأنهم مقتنعون تماما بأن طريق نتنياهو خاطئة إسرائيل لم تعد دولة بسبب نتنياهو الطريقة التي يدير فيها الحرب ويدير فيها كل السياسة الإسرائيلية فيها شيء من الصبيانية فيها شيء من الفشل الذريع والإخفاقات المتلاعقة والأضرار الكبيرة لإسرائيل ولمكانتها الدولية ولمصالحها الاستراتيجية فهؤلاء يشعرون بأن الولايات المتحدة تريدوا مصلحة إسرائيل عندما تتخذ هذا الموقف فلا يعملون ذلك بشكل عالني واضح ولكن يعملون ذلك بشيء من الإنسجام دعنا نقول وهذا طبعا لا يتم من فراء وليتم من خلال لقاءات وحديث الليلة المظاهرات الضخمة التي شارك فيها عشرات أولوف الناس ليس مات عشرات أولوف في ستين موقعا في إسرائيل ويتحدثون عن حوالي مائة وخمسة آلاف حسب المنظمين الشرطة تقول سبعين ألفا ومن شارك فيها السفير الأمريكي في إسرائيل السفير النمساوي السفير البريطاني السفير الألماني وهيلاري كليندون أرسلت شريطا مسجلا للمتظاهرين فالولايات المتحدة جاءت الآن لتكون حاضرة في وضع قضية المخطوفين كقضية أساسية هناك قناعة بأنها الدفع باتجاه اتفاق التبادل حول المخطوفين والأسرة إضافة إلى وقف اطلاق النار هذا سيكون بمثابة حجر الدومينو الذي تتساقط من بعده كل العقبات التي تضعها حكومة اليمين في سبيل المخطط العربي الأمريكي لتغيير الأوضاع في الشر الأوسط في رمته بسبب هذا يا الحالي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر